مرحبا موليد برج الكوس، كيف يكون الأسبوعك الأول من شهر الجنيوري من 1 إلى 7 شهر؟ ينعدي عليك بالخير والصحة والعافية بواحد واثنين وكأنه في عندك تطورات جديدة بالعمل يمكن نقاشات مع مسؤولين، يمكن البعض نقاشات مع أهل السلطة ونقاشات مع الأم، مع البي، مع الزوج، ولكن الأضواء عليك ولكن من ناحية تانية المكاسب المادية عم بتطالك ويمكن عندك عمل جديد ومشروع جديد ولكن تجنب الأخطاء وكون مسؤول ووعد الأمور بتتسيرع نهار الأربعة والخميس والجمعة الجمعة لغاية الساعة 12 وحدة إلا تلت بتوقيت جرينيتش لأن الأمور ببرج الميزين بيحمل لك المفجاءات وبتكون عندك يومين ونصف وغيدين بالشعبية، بالقوة، والأسباة الزيت وقادر بهاليومين ونصف يكون عندك قد التحركات يمكن عندك دعوات، يمكن عندك نقاشيك مع أصدقائك أو أصدقائك حيخبروك بخبرية حلوة أو حداً بدي يساعدك بأمر معين لمشروع جديد ولكن البعض يمكن يكون عندهم سفر، يعني يومين ونصف رائعين يمكنك تستفيد منهم وتكون جاهد لتحصل على اللي بدكي لأنه في تحقيق أمنية وفي تحقيق رغبة معينة ولكن من ناحية تانية، بدي أقول لك أنه للأسف سفت والأحد يعني بيكون الأمر خلاص صار ببرج العقرب بيضخط عليك شوي وبحسك على الهدوء والركود وعدم الرغبة بالتواصل مع البعض فهدول اليومين بديك تهدف وتهدي الأمور لأنه ما بتحس فيه هيك فيه خيبة أمل يمكن لا ينصح بإجراء أي تعديلات بأي شيء ولا ينصح بالعقود الجديدة ولا ينصح للمصالحات فقط نجوز الأمور الروتينية، يمكن لا تشعر بشيء ولكن بععد عن المشاكل وعند الأشخاص السلبية وكون هيدي، فقط لا غير لحيل وقصول الأمر لعندك الأسبوع الثاني شوفك آخير باي